موسيقى مشاهدين الكرام سعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى جولة عبر الصحف الوطنية والعربية لنهار اليوم الثلاثة 27 من أكتوبر الموافق للربع عشر من محرم 1437 هجري جولتنا كالعادة بالصحفية الوطنية ونستهلها بصحيفة الشروق اليومي التي كتبت عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والغاز وعنوانات تشمل أولا المؤسسات الاقتصادية خبر زيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز قريبا كشف وزير الطاقة والمناجم صالح غبر أمس من وهران عن المخطط الجديد لوزارته التي ستتماشى مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة حيث أشر إلى رفع مرتقب لسعر الكهرباء والغاز بالنسبة للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين بينما سيتم إعفاء المستهلك البسيطة من تلك الزيادات التي جاءت حسب ما أكده ممثل الدولة بعد أن سجلت التكلفة تراجعا ضعيفا لا يخدم الخزينة ولا القطاع الطاقوي صحيفة الخبر عادت لموضوع ندرة لادوية وكتبت عمادة الصيادلة تفتح النار على بائعي الأشاب أكثر من مئة دواء تغيب عن المؤسسة أو عن السوق الجزائرية أجمع صيادلة المشاركون في الندوة الدولية حول الصيادلة التي نظمتها العمادة الوطنية للصيادلة عن ندرة حادة في الأدوية وصلت لاختفاء أزياد من مئة نوع من السوق الوطنية وهو الوضع الذي ألحق أضرارا بالمرضى في المقابل فتحت العمادة النار على محلات بيع الأعشاب واتهمتها بقتل الأشخاص بسبب التسممات يقول النجمة عن المواد المسوقة صحيفة الفاجر نقلت تصريحا لوزير المجاهدين طيب زيتوني حيث قال إن المساس برموز الجزائر وسيادتها خط أحمر وضاف العلاقات الجزائرية الفرنسية لن ترقى إلى أعلى مستوياتها إلا بعد الاعتراف بالجرائم قال وزير المجاهدين طيب زيتوني إن العلاقة الجزائرية الفرنسية لن ترقى إلى أعلى مستوياتها إلا بمحور التاريخ والذاكرة الوطنية في إشارة إلى ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال ثورة نوفمبر المجيدة وأكد زيتوني أمس لدى نزوله ضيفا على فروم الإذاعة أن الجزائر مسرة على المطالبة بحقوقها واسترجاع أرشيفها لدى فرنسا وقال إن تاريخ النضال الجزائري في ثورة نوفمبر إنما هو بطاقة تعريف الجزائريين في كل العالم وما وقوف الفرنسيين أنفسهم جنبا إلى جنب مع الجزائريين في حرب التحرير إلا دليل قاطع بأننا أصحاب حق مشيرا إلى أن وزارة المجاهدين تمكنت من إحصاء شهداء فرنسيين شارك وقول إلى جانب المجاهدين الجزائريين وأبرز أنه نعترف بهم في بطاقية المجاهدين ننتقل إلى صحافتي العربية وصحيفة القدس العربية عن جديد المشهد الفلسطيني كتبت إسرائيل تزيل كاميرات للأوقاف الإسلامية من الأقصى ووزير الخارجية الفلسطيني يصف التفاهم بالفخ بعد مرور أقل من 72 ساعة نقول على ما سمي باتفاق الأقصى بين وزير الخارجية الأمريكي جونكيري والعاهلية الأردنية الملك عبد الله الثاني في عمان وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبوله للاتفاق الذي يتضمن نشر كاميرات مراقبة في الأقصى إن كشفت مزاعم نتانياهو بإزالة شرطة الاحتلال لكاميرات ثبتت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة على بوابة المغاربة للأقصى وهي البوابة التي يتسلل منها اليهود تحت حماية رجال الشرطة والحي الاحتلاليين إلى باحة الحرم القدسية صحيفة الحياة اللندنية كتبت الخارجية الأمريكية سيتعين إشراك إيران في المحادثات حول سوريا قال النطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي جونكير بأمس الاثنين إن جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية حول سوريا قد تجري عقب نهاية هذا الأسبوع مقرا بأنه سيتعين في نهاية المطاف إشراك إيران في المحادثات حول انتقال سياسي في سوريا وأوضح كيربيل صحفيين أنه في مرحلة ما نعلم أنه سيتعين إجراء مناقشات مع إيران حول عملية الانتقال السياسي في سوريا صحيفة النهاري اللبنانية أوردت هيومن رايتس وووش التقى تقول السعدي القذافي في سجن بطرابلوس أعلنت منظمة هيومن رايتس ووش أنها التقى تسادي القذافي ابن الزعيم الليبي الذي قتل في 2011 في سجن الهضب بطرابلوس حيث قالت أنه محروم من حقوقه وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك أن السعدي أكد أنه لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه حيث قام ممثل النيابة بترهيبه وتهديده مع غيره من الشهود وتم اللقاء في السعدي أو مع السعدي القذافي بدون حراس في الخامس عشر أيلول في سجن الهضب فيما يبدو أول لقاء له بمنظمات حقوقية منذ ترحيله من النيجر في آذار 2014 ولجأ السعدي 42 سنة النجر الثالث للقذافي إلى النيجر بعد ثورة 2011 في ليبيا بهذا نأتي لختم معرض الصحافة لنهار اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة